اشتركوا في القناة من نزول الميليشيات إلى الشوارع في أكثر من مدينة من بغداد وفي عدد من المحافظات العراقية بينها النجف وكربلا والناصرية ميليشيات مقتد الصدر هذه تسمى سرايا السلام التي استعرضت قوتها في الشارع بحجة أنها حماية المقدسات وهذا الكلام الكبير الذي خرج والذي ليس له علاقة بواقع الحال الحقيقة وكنا نتحدث في نهاية هذه الحلقة أن مقتد الصدر عندما وجده حرجا والناس ستتساءل أين الدولة وأين هيبة الدولة وأن هذه الميليشيات تضرب هيبة الدولة إذا كانت هي دولة موجودة طبعا وهي غير موجودة خرج مثل ما قلنا في مؤتمر صحفي في منطقة الحنانة بالنجف وقال أنه نحن مع هيبة الدولة هذا كنا تحدثنا عليه في نهاية الحلقة الماضية قال ضرورة المحافظة على هيبة الدولة من أي طرف ونرفض الاعتداء على القوى الأمنية وهو يقصد المتظاهرين في كل القضية كان لازم يتحدث عن المتظاهرين لأنه هو من يستهدف المتظاهرين هو يريد أن يصف في الحال وقد وعد إيران سابقا بأنه هو سيسيطر على هذه التظاهرات حاول ركوب الموجة يعني ثورة تشريم من البداية في بغداد حاول أن يركب هذه الموجة في النجف في بغداد وفي الناصرية لكن رفضوا الثوار الشباب استخدم هذه سرايا السلام في قتلهم في ترويعهم في خطفهم وبعد ذلك وجه لهم تهم كثيرة وتعرض لهم تعرضات شديدة وكثير من الأحداث جرت والمياه جرت يعني مثل ما يقال مرت تحت الجسر طوال هذه السنة الماضية وصولا إلى هذا الاستعراض الغريب عجيب الذي يعبر عن واقع الحال في العراق ربما عند البعض عجيب وغريب لكن عند العراقين واقع حال وطبيعي جدا جدا لأنه البلد محكوم بالميليشيات وبالصراعات الميليشيوية والعصابات التي تحكمه وقال طبعا نحن مع التظاهرات الإصلاحية بشرط أن تكون سلمية متى كانت التظاهرات غير سلمية؟ يعني متى كانت التظاهرات غير سلمية؟ هذه الكذبة الكبيرة التي أنتم يعني متمسكين بها ودائما ما ترددوها وتريدون يعني يحاولون بشتى الطرق الباس التظاهرات مظهرا آخر غير مظهر الحقيقي التظاهرات قتل من المتظاهرين أكثر من ألف متظاهر جرح منهم أكثر من ثلاثين ألف خطف العشرات ربما الآلاف منهم اعتدوا عليهم بكل الطرق وهم لم يستخدموا أي وسيلة من وسائل العنف ليس لديهم سوى الأعلام العراقي وسوى التافاتهم ليس أكثر من هذا ومع ذلك واجهتهم بالرصاص والحديد والنار والقناصة والقتل ووعدتهم بتقديم قتلة المتظاهرين للعدالة وكذبة كبيرة ويعني الكاظمي آخر هم من تأسيس حكومة المشهر الخامس لحد الآن الخامس السادس من عام 2017 لحد الآن لم يقدم يعني شخصا واحدا للمحاكمة وكذبة كبيرة وطرف ثالث ومطرف ثالث هذه الحقيقة التي التي موجودة في العراق مقتد الصدر يقول يعني لا نسمح بالتلاعب بصمام السلم الأهلي صمام السلم الأهلي هو أنه صمام السلم الأهلي ما أنتم تلاعبتم به بهذه الميليشيات وهذه القوى من يضبط هذه القوى وهذه الميليشيات هذه هي الدولة هي التي تسيطر على الاقتصاد لديها عقود البعض يتحدث أنه هذه يعني رو جزء من هذه المعلومات أن هذه الميليشيات ميليشية مقتد الصدر نزدت إلى الشارع لأن وزارة الكهرباء مملوكة لجماعة مقتد الصدر وهناك تحقيقات فيها ووصلت الاعترافات إلى أشخاص يعني من أطراف تابعة لمقتد الصدر هيما كانت تسرق هيما كانت تبتز وتأخذ هذه العقود طبعا عقود وزارة الكهرباء واحدة من العقود الغريبة عجيبة لحد الآن الحديث ربما يصل إلى 80 أو 90 مليار دولار صفوعة الكهرباء والكهرباء غير متوفرة في العراق فكلها سرقات وجزء من هذه السرقات سرقات جماعة مقتد الصدر وفسادهم فأرادوا أن ينزلوا للشارع وقالوا هذا الحديث بعض الأحاديث تحدث بهذا الشكل وهي واقعية ربما تكتسب واقعيتها من واقع الحال في العراق ربما تكون صحيحة لأن قالوا أنه مادام الاعترافات قد تصل فليكي عليهم أن يروا قوتنا في الشارع وعليهم أن يخافوا لديكم اعترافات ارموها في سلة المؤملات واسكتوا عن هذا الموضوع لأن هذا وضعنا في الشارع ونستطيع أن نفعل ما نفعل هذا واقع الحال الحقيقة وهو جزء من صراع ميليشياوي ذاهبين للانتخابات نور المالك يتحدث عن البطة اللي لا يسمح بها وهذه البطة سيارة كانت جماعة مقتد الصدر يخطفون بها ويقتلون بها يعني غالبية أهل بغداد يعرفونها وكثير من المحافظات اللي كان بها من السنة بعد 2006 اخطفوا الكثير بهذه السيارات اللي تسمى البطة وكانت مرعبة بالنسبة وهذه الميليشيات كانت تخطف بها وتقتل وترمي جثث بالشوارع وقال نور المالك لأنه اسمح البطة بالعودة مرة أخرى وتحدث وجماعة مقتد الصدر البطة يعني غير غير احنا وطنية وهذه كلام غريب عجيب يعبر عن عصابات حديث لغة عصابات ولغة ميليشيات الحقيقة وليست لغة دولة ولغة حكومة لغة رجال دولة هذه كذبة كبيرة الحقيقة فبالتالي هناك صراع يريدون أن يبينوا الميليشيات التي معهم على الساحة أنهم الأقوى أنهم سيذهبون إلى الانتخابات وسوف يفوزون الانتخابات ويقولون جماعة مقتدل سنحصل على مئة مقعد ونحكم العراق ورئيس الوزراء من عندنا وإذا لم يأتي رئيس الوزراء من عندنا فهناك تزوير وهناك وهذه القضية ستشتعل والبعض الكثير يرجح أن هناك صراعا ميليشيا وينسى يندلع في أي لحظة هؤلاء المكاسب ضاقت ساحة المكاسب صراع صراع شديد على المكاسب وعلى ليس العراق دخل وليس العراقيين دخل لا العراق ولا العراقيين لهم أي يعني أي رقم في هذه الحسابات لا حسابات لهم عند هذه الميليشيات وهذه القوى الباغية الإرهابية المؤذية وكان الهتافات في وقت نزول هذه الميليشيات كان تزاملت مع مجيء رئيس المؤسس القضايا الإيرانية فكانوا يهتفون ميليشيات الولائية تهتف بالشوارع يعني ما كان فصال بين العراق وإيران بهذه الطريقة يعني إيران والعراق لا يمكن الفراق وكأنه يعني يعني يريدون أن يقولوا أنه إيران العراق تابع للإيران وإيران هي الوصي على العراق هكذا يعني ولا منه رئيس المؤسس القضايا الإيرانية لكي تهتف له الناس بالشوارع من هو قضية غريبة عجيبة واندلاع صراع صراع مسلح يعني ليس مستبعد هؤلاء يجدون أن مكاسبهم معرضة يعني معرضة للخطر لذلك يدافعون عن هذه المكاسب أموال وهيبة وسيطرة وتحكم بالناس فبالتالي لا مناصة من الصراع وهذا جزء من عنده اللي يخلى مثلا مقتل الصدر يعين حازم الأعراجي هذا المجرم المعروف اللي بعام 2006 كان يقول للميليشيات اذهبوا واقتلوا وخطياتكم برقبتي لا تدورون على فتوى روحوا اقتلوا اقتلوا واذبحوا الآن دزا إلى هذا الرجل اللي يسميه معرف الشريف المعرف من يمثله في البصرة يريد أن يحكم البصرة أيضا البصرة فيها منافذ كثيرة فيها نفط فيها منافذ للتصدير موانئ فبالتالي البصرة قريبة من الناصرية الناصرية فيها حراق شديد تأثير الناصرية على البصرة تأثير الناصرية على البصرة كبير جدا يريد أن يحكمها بعثلها حازم الأعرجي لكي يشرف على هذه وهذا جزء من الصراع للذهاب إلى ما يسمونه الانتخابات المبكرة وهذا يعيدنا إلى السؤال المهم هل ما زال البعض يدعو من مثقفين ومن يدعون الثقافة والفهم والعلم هل ما زال يدعون إلى الشعب إلى الذهاب إلى الانتخابات للتغيير في ظل هذه الظروف في ظل تحكم الميليشيات في ظل هذا القتل والخطف واستهداف الناشطين وفي ظل هذا الفساد وهذا الخراب وهذه الظروف التي لا تختلف عن ظروف 2012 ولا 2014 ولا 2010 ولا 2005 نحن ما زلنا في المربع الأول الذي يتحدثون أنه غادرنا وما نريد أن نرجع المربع الأول هل ما زال السغال هل ما زال هاولا يدعون الناس إلى الذهاب إلى الانتخابات عيب عليهم وعيب شديد جدا جدا وغير مقبول الآن الاستهزاء بعقول الناس والعراقيين يذهب إلى انتخابات تغيير أي انتخابات وأي تغيير هذه كذبة كبيرة جديدة يريدون منها إعطاء الشرعية التي سقطت عنهم طوال 18 سنة من الخراب والدمار والميليشيات والعصابات التي تحكم العراق وإيران التي تحكم العراق هذا واقع الحال الحقيقة ولا شيء يعني يمكن أن يجمل هذه الصورة إلا الشعب العراقي الذي يمكن أن يخرج ويزيح كل هذه الصورة ويبدل هذه الصورة أما أصلاحات مختلف الصدر التي يتحدث عنها أصلاحات السلمية معرفة هذا الوضع لا يستطيع لأن لا يتحمل إصلاح الوضع فيه خلل بنيه الكبير في الأسس في الأدوات في التفكير في الرؤية في التصرف الحقيقة ولا يمكن معالجة هذا بإصلاح هذا معالجته بالتغيير أشكركم وأترككم بخير وألتقيكم في حلقة الأخرى إن شاء الله اشتركوا في القناة